موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله وقاتكم بكل خير أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة أخباري الظاهرة لهذا اليوم من قناة السعودية والبداية بالعناوين موسيقى خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري موسيقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهني آني رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية موسيقى المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية في القضاء على قائد تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة أعضائه الرئيس اليمني يشيد بجهود المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار لبلاده موسيقى أهلا بكم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم فخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري كما كان في استقبال فخامته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر ابن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورحب خادم الحرمين الشريفين أيده الله بفخامته والوفد المرافق له في المملكة فيما أبدأ الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين وفي صالون الاستقبال صافح الرئيس السويسري أصحاب السمو الأمير والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس السويسري وقد أقام خادم الحرمين الشريفين رعاه الله مأدوبة غدا تكريما لفخامة رئيس الاتحاد السويسري والوفد المرافق له حضر الاستقبال والمأدوبة صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي وصاحب السمو الملكية الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد وصاحب السمو الملكية الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وصاحب السمو الملكية الأمير بندر بن ساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الأمير محمد بن نواف بن عبد الله وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظة درعية وصاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وصاحب السمو الملكية الأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير منصور بن إثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكية الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الملكية الأمير عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكية الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير بندر بن مجرن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير سلطان بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن تركيا الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكية الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمون الملكية الأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمون الملكية الأمير السعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمون الملكية الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمون الملكية الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز وصاحب السمون الملكية الأمير فواز بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمون الملكية الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طي بردغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وأعرب الملك المفدى باسم واسم شعبي وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعبي جمهورية تركيا الشقيق إطراد التقدم والإزدهار كما بعث صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس رجب طي بردغان رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية قرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي والقضاء عليه وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فضائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة وأكد المصدر بأن حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأس من الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهابي وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير شاركت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في معرض البحرين الدولي للدفاع 2019 الذي يقام بمعرض البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام وقدمت المؤسسة من خلال جناحها بالمعرض الطائرة غير المأهولة التي تقوم المؤسسة بإنتاجها إضافة إلى عدة مجموعات رئيسة من منتجات مصنع الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار ومنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة إضافة إلى منتجات مصنع أجهزة الاتصالات العسكرية SDR ومنتجات مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية وتحرص المؤسسة العامة للصناعات العسكرية على التواجد المستمر في المعارض الخارجية سعيا منها للنهوض بصناعات العسكرية في المملكة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال افتتح مساء أمس معرض البخور والعطور الدولية الثاني في مركز الرياضي الدولي للمؤتمرات والمعارض ويتيح المعرض المستمر لمدة ستة أيام اختيار الزوار من الشركات المتخصصة في مجال البخور والعطور ودهن العود محليا وخارجيا والتواصل المباشر عبر عرض وتسويق كل ما هو جديد في عالم العطورات وسيتضمن معرض البخور والعطور الدولية الثاني العديد من الفعاليات ومن أبرزها متحف نوادر البخور والعود وأكبر شجرة عود ومزاد يومي على أرقى أنواع العود والبخور أشهد الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي بالجهود التي تبذلها المملكة على الدوام في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء معالم السلام في اليمن وبين هادي أن المملكة قدمت جهودا مضاعفة ميدانيا وسياسيا ودعما تنمويا وأكد هادي بأن مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية المملكة الكريمة ومساعيها الدؤوبة نحو إنهاء الانقلاب الحوثي وهزيمة مشروع إيران في المنطقة ورحب الرئيس اليمني بما صدر عن قيادة قوات التحالف دعم الشرعية بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة منوها بموقف المملكة التابت للوصول إلى مسودة الاتفاق وعودة الدولة ومؤسساتها وفق المرجعيات الثلاث ميدانيا تمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال عملية تسلل لمليشي الحوثي المدعومة من إيران غربي محافظة مأرب حيث حاولت العناصر الانقلابية التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة صرواح بهدف زراعة ألغام أرضية وعبوات ناسفة قبل أن تجبرهم القوات الشرعية على الفرار وضبط كافة المعدات التي كانت بحوزتهم من جهة أخرى حاولت مليشي الحوثي قصف عدة مواقع القوات الشرعية بقذائف الهاون في مديريتي الدريهمي والتحيطة بمحافظة الحديدة في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدرة الأممية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ارتفاع حصيرة قتل المظاهرات الاحتجاجية في العراق خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى أربعة وسبعين متظاهراً فيما دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف إلى نبذ العنف مؤكدة دعمها لحكومتي وشعبي وأمن العراق واستقرارها وسيادته مع دخول الاحتجاجات العراقية يومها الرابع تتسارع الجهود لتدارك الوضع وتنفيذ حزمة من الإصلاحات ضمن مساعي تهديئة غضب الشارع خاصة بعد سقوط عشرات القتلى من المتظاهرين الحكومة قررت رفع حظر التجوال في بعض المحافظات بشكل كامل أو جزئي وسط استمرار انتشار وحدات قوة مكافحة الإرهاب لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن يعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية المفوضية العليا لحقوق الإنسان أشارت إلى الانتهاكات التي مورست ضد المتظاهرين في عدد من المحافظات كاستخدام الغازات المسيلة للدموع والمياه الساخنة والقنابل الصوتية والضرب بالهروات بالإضافة لحملة الاتقالات فيما دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت خلال مباحثات مع الرئيس برهم صالح إلى ضرورة حماية المتظاهرين السلميين الخارجية الأمريكية بدورها دعت جميع الأطراف إلى نبد العنف وقالت إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب مؤكدة دعمها لحكومة وشعب وأمن العراق واستقرارها وسيادتها وفي ضوء التطورات المتلاحقة يعقد البرلمان العراقي جلسة له بعد إعلان عدد من النواب لاستقالتهم رفضا لأداء طبقة السياسية التي يتهمونها بالفشل في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة والتي خلفت منذ مطلع الشهر الحالي أكثر من مئتي قتيل التطورات الحالية شكلت أكبر تحدي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام خاصة مع ظهور تصدعات في التحالفات السياسية الداعمة للحكومة على نحو متزايد تفاعلت العديد من دول العالم والمنظمات الدولية مع إعلان الرئيس دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة عسكرية أمريكية في سوريا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطرسي يونس ستولتنبرغ أن الإعلان يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب الدولي مشددا على الاستمرار في الحرب ضد العدو والمشترك داعش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جدد في تغريدة له على موقع تويتر مواصلة العمل مع الشركاء في التحالف لإنهاء الانشطة الدموية والبربرية لداعش موضحا أن المعركة لم تنتهي بعد العراق بدوره قال إن مقتل البغدادي لا يمثل نهاية التنظيم فيما اعتبرت فرنسا مقتله ضربة مجعة للتنظيم الإرهابي لكنه مجرد مرحلة داعيا إلى الاستمرار حتى تحقيق الهزيمة النهائية لداعش من جانبها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش في شمال سوريا بعد إعلان واشنطن مقتل زعيم التنظيم وقال القياد ريدرو خليل خلال مؤتمر صحفي في مدينة الحسكة إنه تم استهداف المتحدث باسم داعش وآخرين معه أثناء تهريبهم في صهاريج حديد في قرية عين البيضاء بالقرب من جرابلوس بريف حرب الشمالي وقد جرت العملية بالتنسيق المباشر بين استخبارات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي وأكد خليل استمرار العمل مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن في ملاحقة ومكافحة قيادات داعش وخلاياها تتواصل المظاهرات في لبنان لليوم الثاني عشر على التوالي وخاصة في ساحتين مركزيتين وسط العاصمة بيروت وفي باقي المدن وشكل المتظاهرون سلسلة بشرية شارك فيها عشرات الألف احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مطالبين برحيل الحكومة الحالية ومجددين رفضهم لحزمة إصلاح طارئ بهدف احتواء الموقف وفيما تتصاعد وتيرة إغلاق الطرق في مناطق مختلفة في لبنان وسط غياب لأي بوادر لحل الأزمة واصلة البلوك إغلاقها في حين قرر النائب العام منع إخراج الدولارات النقدية في حقائب عبر المطار والمعابر في ظل أزمة مالية واقتصادية حادة متفاقمة ورغم التطمينات المتجددة من قبل حاكم البن في المركز الثالثة والنصف مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم مجددا اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيزها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية جاء هذا الاتفاق في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إلى دولة الإمارات بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وقد بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وناقشاء العديد من القضايا على الصعيدين الأقليمي والدولي يشار إلى أن زيارة الرئيس البرازيلي لدولة الإمارات تزامنت مع ذكرى مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أكد وزير الخارجي الألماني هايكو ماس دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى سلام نهائي في البلاد ودعا ماس في مؤتمر صحفي بحضور رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة دعا إلى ضرورة إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي لإنعاش العملية السياسية وقال أن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيف برلين في وقت لاحق من هذا العام سيسعى إلى إيجاد حل لإنهاء الأزمة الليبية من جهته أعرب رئيس البعثة الأممية عن أمله في التوصل لتفاهمات تنهي النزاعات الحالية خلال مؤتمر برلين قبل عقد مؤتمر محلي للأطراف الليبية لدفع العملية السياسية من أجل تحقيق سلام دائم وكان ماس قد وصل إلى بلدة زوارة غرب طرابلس في زيارة لم يعنن عنها مسبقا لدواعي أمنية أفادت مصادر الدوليماسية في بروكسل بأنه من المتوقع أن تمهل الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بريطانيا ثلاثة أشهر أخرى حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل لمغادرة التكتل مع إمكانية المغادرة قبل ذلك وبدون التمديد يفترض أن تغادر بريطانيا التكتل بداية من منتصف ليل يوم الخميس المقبل ومع ذلك فإن اتفاق الانسحاب الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظرائه لم تتم المصادقة عليه بعد وبدون الاتفاق يتوقف تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وهو ما يؤدي على الأرجح إلى حالة من الغموض والفوضى في الجانبين ومن المقرر أن يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم بعد عدم الموافقة يوم الجمعة الماضي على طلب بريطانيا لتمديد مهلة الخروج ومن المتوقع أن تصر الدول الأعضاء على عدم إعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا كما سوف تطالب بأن تتصرف بريطانيا بحسن نية خلال تمديد فترة عضويتها بما في ذلك ترشيح مفوض لشؤون الاتحاد الأوروبي حقق ألبرتو فرنانديز مرشح يسار الوسط يوم الأحد فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية وتعهد الرئيس الجديد بتطبيق نظام لبناء البلاد والسعي بنهضتها بينما اعترف الرئيس السابق ماكري بالهزيمة بدأ الناخبون في الأوروبي اليوم الإدلاب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتنافس على مقعد الرئاسة خمسة مرشحين من أحزاب مختلفة حيث أظهرت الاستطلاعات الأولية تراجع مؤشرات حزب فرينتس أمبيليو الذي ظل في الحكم لفترة طويلة وذلك بسبب توقف الاقتصاد وتزايد الجريمة بعد أن امتدت فترة حكمه في السلطة إلى 14 عاما كما سيصوت الناخبون أيضا لانتخاب 129 عضوا في البرلمان وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الأول من شهر مارس المقبل أعلن رئيس تشيلي سيبيستيان بينيرا اليوم أن حال الطوارئ التي استمرت أكثر من أسبوع وسط احتجاجات جماهيرية سترفع منتصف الليل ويأتي هذا القرار بعد إنهاء تدبير آخر غير شعبي قضى بحضر التجول الليلي واستمر أسبوعا وفرضت السلطات حال الطوارئ وحضرة التجول نهاية الأسبوع الماضي بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود وخروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية وتحولت إلى تظاهرات عنيفة وجاء هذا الإجراء بعد يوم من تصريح للرئيس أعلن خلاله طلبه من جميع الوزراء الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة وفي إسبانيا تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص أمس دعما للوحدة الإسبانية وذلك ردا على مظاهرات مناصرة لاستقلال إقليم كاتلونيا في اليوم السابق وتأتي المظاهرات في عقاب صدور أحكام مطولة بالسجن على تسعة من قيادات الحركة الانفصالية لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في 2017 احتشد عشرات الآلاف من مؤيدي الوحدة في شوارع وسط برشلونة وذلك بعد يوم واحد من احتجاجات مناصرة لاستقلال أقليم كاتلونيا شابتها أعمال عنف ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية ورفعوا لافتات تقول إنهم سائموا بشدة من الحركة الانفصالية وقالت شرطة برشلونة إن نحو ثمانين ألف شخص شارقوا في الاحتجاج الذي نظمته جمعية محلية تؤيد وحدة إسبانيا وجاء التجمع بعد أن احتشد ثلاثمائة وخمسون ألف شخص في مظاهرات مؤيدة للاستقلال يوم السبت في برشلونة وحولت اشتباكات بين الشرطة الإسبانية وعناصر متشددة ضمن المتظاهرين حولت جزءا من وسط المدينة إلى ساحة معرقة مما أثار غضب بعض المحتجين المؤيدين للوحدة بعض من مؤيد الاستقلال يفعلون ذلك بشكل صحيح ويتظاهرون بسلام لكن أولئك الذين يدمرون برشلونة يلحقون الضرر ببقيتنا الذين يعتبرون كتالونيا جزءا من إسبانيا أعيش هنا منذ خمسين عاما وهذه أرضي منزلي وأنا لا أستطيع مشاهدتهم هم يدمرون شوارع مدينتي تشهد برشلونة احتجاجات يومية مؤيدة للانفصال منذ الرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول وبدأت الاحتجاجات عندما قضت المحكمة العليا في إسبانيا بسجن تسعة ساسة ونشطاء مدة تصل إلى ثلاثة عشر عاما عن دورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة في عام 2017 وهو ما أدى إلى تزايد مشاعر الغضب في الأقليم الثري الواقعي في شمال شرق إسبانيا بيعت لوحة إيطالية تعود للقرن الثالث عشر كانت مفقودة لوقت طويل بأربعة وعشرين مليون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة